والآن بالنسبة إلى ليمان ليمان مركز تجمع رئيسي وهي خط إمداد يذهب إلى خاركو ويذهب حتى خيرسون يعني عبارة عن سكة حديدية لما ضربت يعني ضربت خطوط الإمداد وهذا ما أدى إلى اضطراب القوات الروسية في خيرسون الآن كيف يعني تسري أو تسير الأمور في خيرسون أنه الأوكرانيين قبل أي معركة يمهدون لبدئها كيف يتم التمهيد يتم رصد مخازن الأسلحة ومستودعاتها ومراكز القيادة والسيطرة ثم تقصف هذه المراكز ليلا ويتم تحييد عدد أكبر فالصباح يتم تقدم القوات البرية للجيش الأوكراني يعني فيه توازي فيه عمل وفيه عمل استخباراتي أيضا يعني الاستخبارات الغربية تقدم وهذه أشارت إليها القيادة الروسية يعني نوع الاستخبارات الغربية يعني لها دور كبير في الإنجازات التي حققها الجيش الأوكراني سواء شركة ماكسار الأمريكية استخبارات البريطانية خاصة استخبارات الأمريكية شركات الأقمار الصناعية طبعا ولديهم حتى لديهم يعني تواصل بالأقمار الصناعية وهنا في هذه النقطة لديهم أفضلية على الجيش الروسي ولكن هناك أمور فراحة بسيطة شركة ما اشتركوا في القناة